رحيم النهاردة هنتخل في حلقة جديدة ويا رب تعجبكم علاقة الله بالمخلوقات الله سبحانه وتعالى له حديث قدسي بيقول فيه يمكن كلنا سمعناه من زمان كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فبيه عرفوني طب إزاي عرفوك يا الله جعلت بيني وبينهم وصائد يعرفونهم علي لكن فيه بيننا وبينك وبين الخلق فيه وصائد يعرفوك عليهم أيوة لو عرفوني أحبوني ولو أحبوني عبدوني ولو عبدوني وجدوني أنا الرحمن الرحيم أنا الغفور الرحيم أنا كتبت على نفسي الرحمة وأنا رحمتي سبقت غضبي وأنا قلت لهم يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمتي طبعا هي لا تقنطوا من رحمتي لا تقنطوا من رحمتي لا تقنطوا من رحمتي إنني أغفر الزنوبة جميعا وأنزلت إليهم رسالتي ليعرفوا ماذا أطلب منهم حتى يعيشوا في جنتي على الأرض حتى يعيشوا في نعمتي وفي خلقي الذي خلقته لهم وفرت لهم كل شيء عشان يعيشوا في راحة إذا اتبعوني إذا اتبعوا ما أمرتهم بي وجعلت في مقدمة رسالتي عنوان يشعرهم بأنهم لا تخافوا ادخلوا وقرؤوا رسالتي ووضعت العنوان بسم الله الرحمن الرحيم وجعلته مقدما لكل صوري في الكرآن كل صورة جعلت مقدمتها بسم الله الرحمن الرحيم عشان أفهمهم أن كل بسم الله الرحمن الرحيم تخص صورة اللي هي فيها يعني بسم الله الرحمن الرحيم الذي قال كذا بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق كذا بسم الله الرحمن الرحيم الذي طلب كذا فكل صورة تبتدي ببسم الله الرحمن الرحيم البسملة خاصة بالصورة وقلت لهم اتبعوا ما أهديكم إليه عن طريق الوسائط الذي أبعتهم إليكم ونزلت لهم أشرف خلقي وأحبهم إلي ليكون بينهم وقلت له يا محمد تحمل أنت رسالتي إليهم وتبين لهم ما أريد منهم ليعيشوا في هناء وسرور إذا اتبعوا رسالتي مضبوط ولذلك قال لهم في القرآن الكريم أولا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا دلوقتي حنيجي في الحتة الثانية ونشوفها معناته إيه أعطاهم من الحب وغمرهم من الحب ومن الرحمة ومن المغفرة ومن التسامح ومن كل شيء وأهداهم نبيه اللي هو أشرف المخلوقات وأحبهم إليه أهداهم هدية وإدعالهم في الأرض ربنا عنده ملك كبير قوي قوي المجرات دي مليانة مدن ومليانة مخلوقات ومليانة خلقه كبير كبير بالملايين إنما الأرض مفضلة ليه؟ لأن الأرض فيها أشرف المخلوقات رسول الله ونزل فيها أشرف المخلوقات وهما آل محمد اسمع بقى هنا واحد من آل محمد بيتكلمه بيحكي لنا حكاية الصادق عليه السلام بيقول إيه؟ بيحكي لأبو بصير بيقوله والله يا أبا محمد إن عندنا سرا من سر الله وعلما من علم الله لا يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان والله ما كلف الله به أحد غيرنا وبعدين وإن الله أمرنا بتبليغه فبلغنا عن الله تعالى فلم نجد له موضعا ولم نجد له حملة محدش قدر يحمل العلم ده اللي ربنا أمرنا نحن نبلغه فخلق الله خلقا من طينة محمد صلى الله عليه وآله وبق حط فيهم من نور مش كل النور من نور محمد صلى الله عليه وآله وصنعهم بفضل ما صنع به محمد وآله محمد دولة حصل فيهم إيه؟ فبلغناهم عن الله فبلغناهم أمرنا الله بتبليغه فقبلوا قبلوا ما قلنا لهم واحتملوا ومالت قلوبهم إلينا وعرفونا وتتبعوا حديثنا واحتملوا وافقهوا وتداولوا ولو لو لم يكونوا خلقوا من هذا الطين ومن هذا النور ما احتملوه ده يديك فكرة إيه بقى الكلام ده إن جميع جميع شيعة محمد وآله محمد خلقوا من طينة محمد وآله محمد من فضل طينتهم ومن بعض من نورهم لذلك ده كلام جميل قوي لإن إحنا لما نقول كلنا خلقنا من هذا النور ومن هذا الفضل طيب يجي واحد يسألني طيب ما فيه واحد بيبقى سني وعاش سني وبعدين قلب شيعي ده مخلوق من نفس الخلقة من نفس الطينة ومن نفس النور إنما كان عليه مسحة من الضباب فلما أزن الله أن يكشف هذا الضباب رجع إلى محمد وآله محمد إلى ما خلق منه فكل واحد بيدخل في دين مذهب محمد وآله محمد بشيعة محمد وآله محمد قد خلقه الله من طينة محمد وآله محمد ومن نور محمد وآله محمد دي تعتبروها هدية ولا لا الله سبحانه وتعالى عنده أوامر أمر بتبليغها لمحمد صلى الله عليه وآله في يوم الغدير وقال له يا محمد بلغهم كذا 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 ده أمر من أوامري أنا ده منهجي ودي رسالتي ودي المشروع بتاعي المشروع بتاعي نصين نص تنزيل ونص تأويل التنزيل مسكته أنت يا محمد لويتهنا بس التأويل يمسكه عليه قال لهم الكلام ده وفهمهم في خطبة طويل عريضة وكل الأوامر نزلت قال لهم وطبعا المنافقين كانوا كتير سلموا عليه مبروك مبروك على الفاضي المهم كان هدفهم إيه أخذوا القرار بإيه قلت لكم في الحلقة اللي فاتت بقتل جميع ما يخص محمد جميع أولاد رسول الله لابد أن يقتلوا ليه حتى لا يظهر القائم لأن بظهور القائم تنهد عرشو حتى لا يظهر القائم علم الله سبحانه وتعالى ذلك فلذلك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين جعله المشروع العاشوراء اللي هو أكتر شيء مهم في مذهبنا جعله في خزانة في خزانة رمزية لا تطولها يد التحريف قال لهم أنتو حط لكم خزانة حط لكم شفرة في الكرآن تفهموا بيها كل اللي حصل في عاشوراء إنما هدولا ما يقدرواش يغيروها لأن مش حيفهموها لأن الشفرة دي لا يفك شفرتها إلا محمد وآله محمد فقط يعني من عند علي بعد ما يموت رسول الله من عند علي لأولاد علي للمهدي لا أحد يستطيع فك الشفرة في الكرآن إلا هما ولذلك قال لك لا تأخذ الكرآن إلا منهم لأن هما حدوك الكلام الصحيح إنما فلان وعلان واللي عمل لي ديش أحكي عنهم خلاص ديش أدخل في غيبتهم إزهقت كل واحد بيفسر الكرآن بطريقته على مزاجه على الرأيه هو اللي ولي ولي المهم الكرآن لابد أن يفسر منه عن طريق محمد وقالي محمد فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم بس أنتوا حتفضلوا تلعبوا في الكرآن وحتشيلوا آيات وتغيروا في آيات وتغيروا في التشكيل عشان تشيلوا كلمة آه لي محمد وكتيروا كلمة عليه وأبناء عليه أنا أقوى منكم أنا ححط اللي بدي إياه في كلمات مشفرة إزاي تعالي بص في الكرآن حديك مثال صورة في الكرآن فيها كلمات مشفرة بتتكلم عن المشروع العشورائي بحزفير وبتتكلم عن بحطوط المشروع العشورائي في خزانة في خزانة نورانية لا يفكها ولا يفهمها إلا قالي محمد صورة مريم كافها يا عين صاد بس ده شفرة للي ما حدث في كاربلاء قبل ما أدخل في تفسير الصورة أديك فكرة عن زكريا اللي هي الصورة دي نزلت زكريا زكريا نبي من الأنبياء المعصومين ونبي من الأنبياء اللي كان يحب دايما يذكر الله يذكر الله يذكر الله ففي يوم طلب من الله قاله خليني أذكر أعمل زكر تتقبلوا مني على طول فبعت له جبرايل وقال له العلي الأعلى يقولك السلام ويقول لك أذكر هؤلاء الخمسة اذكرني بهؤلاء الخمسة فكان يقعد يذكرهم وبعدين رجع قال له يا ربي أنا بذكرهم بس الأربعة الأولانيين بيفكوا عن صدري كده وبرتاح بس أجل الخامس بلا يدموعي نزلت ليه فنزل جبرايل وفهمه القصة بتاعت الحسين عليه السلام وظل يبكي 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 وقعد في الصومعة بتاعته يبكي 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 وبعدين هو كان كفيل مريم كفيلها لمريم فمراته تبقى خلتها لمريم وكانت مريم في الصومعة بتاعتها يتدخل عليها الملائكة تونسها وتكلمها وتجبلها أكل وتجبلها فاكها وتجبلها فدخل مرة عليها قال لي يا مريم أنا ما جبتلكيش الحكات دي من أين لك هذا قالت له أن الله يرزق من يشاءه بغير حساب انتبه أن الله يرزق من يشاءه بغير حساب يعني ده الرزق جاية من الله فلذلك الكرآن يديك إشارة لك هناك دعا زكريا رب في صومعة مريم في مكان ما مريم ما هي قاعدة هناك دعا زكريا رب وإنما دعا بإيه قال ربي إني وهنا العظم مني دعا بصوت خافت مش بصوت عالي دعا ربه نداء نادى ربه نداءا خفيا قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرسني ويرسوا من آلي يا عقوب وقاله ربي رضيا وقال له إيه يا ربي أنا عايزك تجيب لي ولد يعني يصير فيه زي ما صار في الحسين عشان ترفع إيمتي وترفع إيمة ابني زي ما رفعت إيمة الحسين وإيمة رسول الله فنادته الملائكة أن الله يبشرك بغلام اسمه يحي لم يجعل لهم من قبله سمين بالفعل يحي كانت مولده زي مولد الحسين اللي اتنين ست شهور في بطن أمهم ونزلوا واللي اتنين اتقصت رأسهم وتحطت على طشت بسبب واحدة غانية من غواني بني إسرائيل اللي هي يعني يعني عاطلة من عاطلات بني إسرائيل والتاني اتقصت رأسه بسبب واحد يهود العرب اللي هو يزيد من يهود العرب هو واللي كانوا معه سورة مريم ذكرت فيها أنبياء كتير وكل الأنبياء اللي ذكروا في سورة مريم لهم اتصل بالحسين عليه السلام طيب ده اتصال زكريا بالحسين واتصال يحيى بالحسين اللي هو شبيه الحسين طيب إنما السورة ذكرت مريم وذكرت عيسى تعاني شوف مريم اتصال مريم بالحسين ازاي لما جيه وقت المخاط بتاع مريم قالوا لها هذا بيته العبادة وليس بيته ولادة اخرجي اخرجي من بيت العبادة فاتخذت من بيتها مكانا شرقيا شوف أنت لما تبص على الخرطة وتشوف القدس فين والمكان الشرقي فين تبص إيدك تطلع على كربلاء فطلعت مريم من القدس لكربلاء طبعا طويت لها الأرض لأنه واحدة حاملة وبتولد مش هنقول لها امشي المسافة دي فطويت لها الأرض لما وصلت لكربلاء وصلت تعبانة فقعدت تحت شجرة هيك وتسندت على الشجرة فجاءها جبرايل وقال لها يا مريم أنت تجلسين في أرض مقدسة اندفن فيها متين نبي فقالت له هادي مقدسة قال له لسه حتقدس أكتر لما يندفن فيها الحسين قلت له مين الحسين قال له الحسين قصته كذا 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 صارت تبكي هو يحكي وهي تبكي وهي تحكي وهي يبكي ويبكي فكان جبرايل أخذ من دموع مريم وحملها في إيده لما ولدت عيسى مسح عيسى بدموع أمه عشان تكون أمه من البكائين على الحسين ويكون عيسى من ضمن أتباع الحسين ولذلك عيسى لما نطق من تحتيها وهي تفجعت طبعا لما بيبي أول ما ينزل التولد قال لها لا تخافي ولا تحزني لأنها قالت ليتاني ميته قبل هذا وكنت نسيا منسيا فقالها لا تخافي ولا تحزني هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا شوفي جزع النخلة ديك إشارة إنها كانت في بلد فيها نخيل إن البسحية دلوقتي بيعملوا الكراسماس وبيعملوا عيد ميلاد عيسى بشهر 12 في بيت لحم أنا كنت في بيت لحم وزرت بيت لحم هناك مفيهش ولد عجرة كلها جبال كله كذب في كذب عيسى تولد بشهر 7 أو بشهر 8 في كربلاء المهم كان جابيها نهر الفرات قال لها هزي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فاكولي واشرابي وقري عينه المهم لما سمعت ابنها بيحكي هي كانت مغدة بقى على الملائكة اللي بتزورها ومغدة على جبريل اللي جالها فتقبلت الوضع فقال لها الآن غسليني وقمطيني فغسلته نظفته لفته قال لها الآن اتجهي إلى بيت المقدس يا أمي ولكن قولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صوم غير صيام صوم اللي هو يعني امتناع عن الكلام الصيام اللي هو بتع شهر رمضان فدخلت بيت المقدس وانا كلهم وقفين ملهوفين مريم راحت فين مريم فين مريم فين غابت مريم غابت ما جاتش مريم ما جاتش مريم لقوها دخلة فكلهم مريم شو اللي عملتين إيه ده إيه اللي أنت عاملة ده يا أخت هارون ما كان أبوكي مرأة سوئن وما كانت أموكي بغيا فأشارت إليه قال لها بتشوري على إيه كيف نكلم من كان في المهدي صبايا اسمع بقى عيسى هنا قال إيه لم يقل إني رسول الله ولكن قال إني عبد الله نسبة إلى أن الحسين عليه السلام حسمى ابنه الصغير اللي هو عليه الأصغر سمى عبد الله ولماذا سمى عبد الله لأن جده رسول الله اسمه عبد الله في سورة الجن ولما قام عبد الله يدعوه كاد يأكدون عليه لبدا يعقوب سمى ربنا عبد الله اللي هي كلمة إسرائيل بالعبراني يعني عبد الله سمى عبد الله عيسى قال إني عبد الله حتى يكون من ضمن الفريق أبوه للرسول اسمه عبد الله أما الحسين فهو أبو عبد الله فلذلك كان كلهم مجموعة واحدة مع بعض ده علاقة مريم وعلاقة عيسى بالحسين الله سبحانه وتعالى في الكرآن مش بس حط شفرة للمواضيع دي حط شفرة للولاية اللي بيعودوا يدفع الحسن ويقولوا مش جايب سرتها ليه كل الكرآن يتكلم عنها حديك مثال بسيط في سورة صغيرة كلها تتكلم عن الولاية سورة الليل والليل إذا يغشى الليل هنا يقصد بها في التفسير الباطني الليل اللي هي حكم بني أمية والعباسيين على فكرة حكم العباسيين بني أمية ضل الحكم بتاعهم ماشي لغاية صدام والعباسيين ضل حكمهم ماشي لغاية الآن اللي بيحكم العراق بالوقت عباسيين فالليل إذا يغشى بغطي العالم ليل وضلام وقصبة وظلم وقهر والنهار إذا تجلى النهار اللي هو القائم عليه السلام تجلى يعني إيه ظهر وطلع ونظف و بعث النور في كل الأماكن وما خلق الزكرة والأنسى انتو متعرفهاش لان أالك ويخلق ما لا تعلمون فكل الشيء في خلقة الله زكر وأنسى زكر وأنسى حتى الجمادات زكر وأنسى حتى السحاب زكر وأنسى حتى الماء ذكر وأنس كل شيء في خلقة ربنا وما خلقت ذكر وأنس إن سعياكم لشتى كل شيء بتجروا وراه بتحاولوا تفسروا بتحاولوا تعملوا وبتحاولوا تجيبوا من عقلكم وتجيبوا من اختراعاتكم من غير كلام الله ضايع شتى سعياكم لشتى إنما مين بقى اللي سعيه كويس فأما من أعطى واتقى وصدقى بالحسن يدي واحد يقول لي وسألوهالي أعطى إيه أما من أعطى أعطى الفقير يعني واتقى طيب من التبرع للفقراء من التقي وصدق بالحسنة الحسنة اللي هي إيه يعني رسول الله لا فأما من أعطى الخمس لآل محمد واتقى وعرف إن ده كلام الله لازم ينفذ وصدق بالحسنة بالولاية فسنيسره لليسره كل أموره ميسرة كل حياته ميسرة لأنك نفست كلام الله والحسنة هي الجنة الولاية تساوي الجنة وأما من بخلة واستغنى وكذب بالحسنة بخلة بقلك إيه أنا بتفعش خمس خمس ده إيه من اللي قال لك الخمس؟ الخمس ده كان في الحرب وأيام الحرب كانوا بيطلعوا من غنائم الحرب ودلوقتي ما فيش حاجة اسمها خمس السنية بقولوا كده أما من بخلة واستغنى مش عايز لا ولاية ولا عايز أمشي وراكم وكلكم هقصين وكلكم كلامكم فارغ واستغنى مش عايز أمشي وراكم أنا وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة كل أمورك معصرة كل حياتك معصرة لأنك خليفت كلام الله ولأنك استغترت بأوامر الله فكل أمورك مش ميسرة حتى لو تيسرت شوية تديق عليك بعدين يفتح عليك شوية لتنبسط وتفرح ويروح قفلها عليك تاني ده العسر وما يغني عنه ماله إذا ترد بتحوش مالك وبتخاف عليه وبتقول لا ما ادفعش ولا ما اعملش ولا انتو خليكم في جنانكم انتو خليكم في عبادكم وفقير إيه اللي أتصدق عليه لما قالوا لهم ادفع اطعموا الفقراء قال قالوا خلوا ربنا يأكلهم ليش أنا أأكل كتير بيقولوها بيقولوا مثلا الحرم ده غالبا نديله قرشين قلوا طمعا اللي خلقوا يديله اللي خلقوا يطعمي ليش أنا أطعميه مش كده إنهم لا في ضلال المبين دي في صورة ياسين وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنوسيره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا ترد ترد فيه يجي هنا بقى مغيرين الآية إن علينا للهدى انت عليك إيه للهدى انت عليك للهدى برضو إن علينا للهدى وإن لنا للأخيرة والأولى الكلام مش راكب على بعضيه أبدا كتير بعض يسألوني شو معنات الآيات هذه الآيات دي لخبطة هذه هي الآية حقيقتها إن علينا للهدى علينا للهدى مسؤول عن الهدى والتبع علي هو اللي مهتدي وإن له للآخرة والأولى الآخرة والأولى لعلي افهموا الكلام صح عشان خاطر توصلكوا تعاليم ربنا صح وإن له للآخرة والأولى فأنذرتكم ناراً تلصى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى يعني كذب الكلام اللي احنا منقوله ده قد ما منحكي وقد ما منقوله وقد ما بتسمعه من هنا ومن هنا ومن هنا مش راضد مش موافق لسه بيبعتوا على اليوتوب بيشتموني وبيدوا علي أدعية مقرفة زي وشهم إن شاء الله تتقلب عليهم وبيتكلموا كلام في منتهى القزارة لإني بحكي عن الولاية بعد كده فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على القراءة على القراءة ينظرون هل سوب الكفار وما كانوا يفعلون إحنا هندحك عليكم بك إنتوا بتدوا علينا وبتشتموا علينا لأن الشيخ أقول لك إيه لما يطلع شيخ في مصر لابس عمه ويقف يحكي وقلهم اقتلوا الشيعة والشيعة دوله كفار والشيعة دوله بيعملوا كذا بيخفتري على الشيعة كلام الشيعة دوله أتباع محمد وقالي محمد يا 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 مش هقول لك حاجة لإنك لابس عمه ما بقدرش أغلط على واحد حطت عمة رسول الله وده دي مش عمة رسول الله دي عمة الشيطان إنما لما تيجي تحكي عن أتباع رسول الله وتقول عنهم كذا 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 تلقى تلقى حسابك بكرة من رسول الله ومن علي فأنزرتكم نارا تلزح لا يصلاها إلا الأشقى من هو الأشقى يا ربي الذي كذب وتولى تولى يعني ما شدك ظهره الذي كذب وتولى وسيجنبها الأطقى الذي يؤتي ماله يتزكى ده المال ده الخمس بتاع مالي لا لا آل بيت محمد لأفقراء محمد وآل محمد يا جماعة السياد ممنوع ياخدوا صدقة ممنوع ياخدوا أي حسنة أي صدقة مننا ما ياخدوش إلا من مال الخمس دلوقتي الخمس اتبرع به الإمام وسابه لشيعته مش معناته إنك تاكله معناته إنك تتبرع فيه من طيبة خطرك تضلعه من طيبة خطرة للسياد للمحتاجين للمتعلمين يعني سابك أنت بحريتك توزعه فاهم فهنا يقول لك إيه سيجنبه الأطقال الذي يؤتي ما لو يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يعني يعني يا ربنا بعمل كل حاجة ده ابتغاء وجهك الأعلى طبعا وجه الله هم أهل البيت وجه الله الأعلى ورسول الله لأن الله ليس له وجه زي وجهنا وجه الله ورسول الله ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هنا دخل في المذهب ده عايز أفهم فيه تبصد لقيت لك حديث من هنا سمعته فتحت على التلفزيون لقيت فيه واحد بتكلم عن الشيعة سمعته قريت في اليوتيوب ولا في أي حاجة حاجة عن الشيعة يفتح لك أبواب يعلمك بطريقة يفتح لك أبواب لما تتكور عندك حصيلة في دماغك وتعتقد أنك أنت ماشي صح سؤال مهم قوي قوي دلوقتي سألوا للباقر عليه السلام قال له إيه قال له يا ابن بنت رسول الله ما معنى قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين قال في يوم القيامة ينادي مناد يسمع الخلائق كلهم صوت يقول لا يدخل الجنة إلا من كاد مسلما بولاية علي اسم مسلما أو مسلما بولاية علي فهنا الناس تقف تقف تقول رجعنا شوية بس إحنا نتبع عليه بس رجعنا تاني نتبع عليه فيش رجوع فهم موقفين كده مواطين رأسهم ويتطلعوا من طرف خفية على علي يا الله رحت علينا لو كنا سمعنا لو كنا فهمنا راحت علينا خلاص من الدرش راحت علينا اللذين آمنوا يقولوا إيه إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة لإن الظالمين لآل محمد لفي ضلال بعيد أو عذاب أليم طيباً طيباً في عالم وحنطهرهم وحنطهرهم في عالم البرزخ عشان يجي وقت القيامة وقفين في طهارة تامة وقفين معانا على الأعراف وأما لو جه ناس لسه يعني كان لسه وصلين جداد وعليهم زنوب فنبعت لهم خيار شيعتنا زي سلمان الفارسي زي المقداد زي عمار ينقضوا عليهم زي السقور ويلتقطوهم ويلتقطوهم حتى يضعوهم على الأعراف بجانبنا حتى يجيء وقت الصراط لأن الصراط كل واحد لازم يعدي عليه هنا الصراط لما تيجي يعدي عليه بيكون واقف على الصراط رسول الله وعلي عليه السلام واللي اتنين وقفين يقولوا ربي سلم سلم ربي سلم سلم ربي سلم سلم شيعتنا ومحبينا وموالينا ربي سلم فيروح ربنا معرض الصراط هيك عشان خاطر يمشوا فيه بأمان ووراهم نور أئمتهم حتى يدخلهم إلى الجنة دي شيعة محمد وآله محمد دول اللي ماشيين مع محمد وآله محمد ملهمش وقوف ولا عزب في يوم القيامة أما التانين مسلمين برضا كانوا بيقولوا الله مصلي كانوا بقولوا علاء إله إلا الله محمد رسول الله وكانوا بيصله وكانوا بيصوم وكانوا بيحجه انما ما كانوش ماشيين مع الولاية صح ما كانوش منفذين كلام الله صح لان الولاية لها قانون من قوانين الله هما مشيين ورا القانون أشيخهم فهنا ندبوا في النار فنزلوا في النار وتشووا في النار فهنا الكفار بيقول لهم ايه انت يا فلان وفلان وفلان مش كنت مسلمين بيقول لهم اه نفعكم اسلامكم دلوقتي بقى اخويا قال له كان علينا الزنوب ومنتحسب عليها هنا يقول الله تعالى ويرسل احد الملائكة اخرج من في النار من قال لا اله الا الله محمد رسول الله ولو كان في قلبه زرة من محبة لمحمد وآله محمد فيخرجوهم كلهم من النار بعد ما تعذبوا في النار ويرموهم في نهر يغسلوهم فيها حتى يدخلوا الى الجنة هنا لا يدخل الجنة الا من كان مسلما فقط لا يدخل الجنة الا مسلما ربما يودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين لان الاسلام دلوقتي يتعم في كل الكرة الارضية فيش بلد ما دخلش فيها اسلام فيش بلد نتعرفش عن الاسلام ما فيش بلد ما سمعتش عن الاسلام إنما عطين ظهروا ومفكرين حلو إن هم الأحسن هم الأقوى هم الأفهم هم 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 خليكم طيب دلوقتي حكي لك حكاية غريبة قوي بيقولها الصادق أنا بقالي قدي بحكي طيب وكي وكي مش إش كان طيب مش إش كان الصادق عليه السلام بيحكي بيقول إيه ما من شيء عندنا إلا وهو مكتوب في الكتب الأخرى ليه لأن الكتب السماوية جماعة كلها وحدة يعني واعة وحدة نزل منها نصف ساعة نزل منها صحف آدم وصحف نوح وصحف إبراهيم وطورات موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد كلهم كانوا في كتاب واحد ذلك الكتاب ولا ريبة فيه هدى للمتقين كتاب واحد نزل فيه كل دول من السماء ولذلك كلهم أقوالهم واحدة عشان كده لما ييجي واحد يضحك عليك ويقولك النبيت بيشربوا المسيحية وهو حلال عندهم ما فيش حلال حلال الله حلاله من أول آدم إلى محمد حلال واحد وحرام الله حرام واحد وما حرمه على آدم حرمه على نوح حرمه على إبراهيم حرمه على عيسى حرمه على موسى حرمه على محمد إبعد تصدق كلامهم وتهجسهم إنهم يشربوا النبيت ويشربوا الخمرة محلالة عليهم محرمة علينا أوعى الخمرة محرمة في جميع الأديان والعري محرم في جميع الأديان وذلك أنت عمرك تلاقي مريم أم المسيح عليه السلام بتشوفوها لبسة غير حجاب بتشوفوا صور المسيحيات الكهنة الكهنة بتاعت المسيحيات اللي هم يا الله نتيت اسمها لا الرهبات الرهبات بتشوف عمرك شوفت صور الرهبات بتاعت المسيحيات لو مت مسكين بدينه غير لابسين حجاب الحجاب مفروض من أول خلق لآخر الخلق والحجاب هو ربنا غطى جسمنا من العري فلبسنا لباس الطقوة اللي بيعرج اسمه بيرجع للحيوانية الأولى بتاعته بس باختصار كده اللي بتمشي عريانة ها بترجع نفسها ليه أيام الحيوانية الأولى بتاعته بتاعت الخلق المهم يبقى كل شيء اتكتب على محمد وقالي محمد موجود في الكتب اللي فاتت يعني تبس لأي في التوراة موجود أشياء عن محمد وقالي محمد وذكرهم ولذلك ليه بني إسرائيل اللي يفضلهم على العالمين لأنه أمرهم هم دولة أول أمة تؤمر بالاتباع محمد وقالي محمد ومع ذلك ما مشيوش الصادق عليه السلام بيقول ما عندنا شيء إلا كتبة في الكتب السابقة وبيدي مثال كده بيقولك إيه مثلا في الإصحاح التسعتاش طبعا مش الصادق اللي بقول ده أنا اللي بقول في الإصحاح رقم تسعتاشر النبي من الأنبياء اسمه يوحنى النبي طبعا الأنبياء كانوا معصومين النبي اسمه يوحنى ده بيقولك حصل عليه كشف وكتبه في الكتب وتناولته الكتب في التوراة وفي الإصحاحات بعد كده إنما محدش عارف يفسره أبدا دلوقتي لما تسمعه أنت حتفسره اسمع بيقول إيه؟ بيقول رأيته السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض كبير يركب عليه فارس يلبس البياض وهو الصادق الأمين فارس لابس أبيض في أبيض راكب على حصان أبيض وحاطت عمامة بيضاء وإسمه الصادق الأمين وبالعدل يقضي ويحارب ده مين ده؟ خد بالك مين ده لأنا بحكي عنه؟ مين اللي أنا بحكي عنه؟ عيناه كلهب النار دلوقتي لما يجي الوصف بتاوه حترفها مين؟ عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكليل كثيرة وله اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو له اسم خاص محدش يعرفه غيره ويلبس رداء مخضبا بالدماء عرفت مين هو؟ هو إمامك المهدي عليه السلام اسمه كلمة الله اللي هي إيه بقى؟ بقية الله؟ ماشي إحنا مننا ديه بقية الله؟ كانت تتبعه مجموعة من الفوارس على خيل أبيض وعمائم بيضاء ملابسهم الكتان الأبيض الناعن اللي هم ملائكة مين يا جماعة؟ لما وقت الحسين لما جه يالحسين يقتمش قلتلك أنا في الحلقة اللي فاتت إن لما نزلت الملائكة ساعد الحسين عمل لهم بإيده كده مش عايز أنا أراد الله أن يرأني مقتولا فنعمل إيه يا ربي؟ قال لهم انتظروا في قبته حتى يخرج فهنا الملائكة هدول طلعوا مع الإمام المهدي لما يطلع فالملائكة دول على فوارس بيض ولبسين أبيض وعمائم بيضاء ملائكة لا تطلع إذا تقدرش العين تجيب أخرهم ملائكة كتير تعبوا في وراء على قائدهم إحنا بنعرف قائد الملائكة اللي هم كانوا عند قبر الحسين اسمه منصور شكده؟ قلنا للملائكة اللي قاعدين على قبر الحسين قائدهم اسمه منصور فدول الملائكة طلعوا وراء المهدي عليه السلام يخرج من فمه سيف مرهف يضرب به الأمم اللي هو السول فقار وفي يده عصى من حديد يرعاه ورأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم محتشدة لتحاربه صدقوني دلوقتي كل الدول بتشد نفسها عشان تعمل جيش موحد تعمل جيش موحد لأيه؟ لأنهم عارفين أن الإمام طالع فكلهم بيشدوا حالهم عشان يعملوا جيش موحد ضد الإمام رأيت الوحش وملوك الأرض وجيوشهم محتشدة لتحاربه فاعتقل الإمام الوحش ما هو ما قالش الإمام فاعتقل الوحش واعتقل معه النبي الكذاب طبعا هو إحنا عارفين أنه لما ييجي الإمام إن شاء الله حيروح على قبر النبي ويحييهم كمان مرة فاعتقل الوحش واعتقل معه النبي الكذاب ومعه الذين صدقوا الوحش وسجدوا لصورته فألقى كليهما في مستنقع من نار وكبريد وهم أحياء وقتل الباقين بالسيف معركة أرمنغتون وقتل الباقين بالسيف وقال يا طيور السماء اشبعي من لحوم الكفار ثم رأيت ملاكا هابطا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة كبيرة فأمسك الفارس الحي الكبير لهو إبليس فأمسك الفارس الحي الكبير وأوثقه لألف سنة كتفه لألف سنة وألقاه في الهاوية الملاك نزل معه مفتاح الهاوية وسلسلة وأعطاه المفتاح للفارس فأخذ الفارس منه المفتاح وأخذ السلسال وكتف به الحي الكبير وألقاه في الهاوية لمدة ألف سنة ثم أغلق عليه وختمه لكي لا يضل الناس بعد ذلك ولكن لهو رجع الحي دي لو إبليس إبليس رجع إبليس حيموت وحيرجع وبعدين بيقول إيه يحنى بيقول ثم رأيته عروشا كثيرة اسمع الحتة دي وفهمها معايا ثم رأيته عروشا كثيرة لأناس عليها يجلسون رأيت نفوس الذين ضربت أعناقهم من أجل شهادة يسوع وكلمة الله اللي ماتوا في سبيل هو بيقول يسوع وكلمة الله كلمة الله هو الإمام المهدي النفوس دولة كلهم قاعدين على عرائش متونسين مع بعض الذين لم يسجدوا للوحش ولا لسورتي ولم يتلقوا السمع السمع اللي هي إيه الإمام علي مش قلنا لما يطلع هيوسم كل واحد في جبينه هنا دولة ما وسمهمش لأن دولة شيعته ما يتوسموش ولم يتلقوا السمع على جبههم وأيديهم عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح ألف سنة مع المسيح ألف سنة ومع بقية الله أو كلمة الله أما سائر الأموات فلن يعودوا وبيقول إن دي هي دي القيامة الأولى ده من وجهة نظره يعني كأنه شاف رؤية عن اللي جاي كله يعني لما يشوف يوحن من قبل آلاف السنين لما يشوف رؤية مثل هاي ويشوف فيها الإمام المهدي ويشوف فيها إن الإمام المهدي حيعمل إيه في العصاة ويشوف إن الإمام المهدي كيف حيقتلهم وكيف حيقتل البقيين اللي مردوش على أوامر الله وكيف هيكون شيعة محمد وآله محمد وترجعوا تقولوا لأ وترجعوا ضدين ضدوني ظهركم وتمشوا هذا ألا هل بلغت اللهم مشهد بقى في لغاية كده النهاردة وبشوفكم في حلقة تانية إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته